السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بالبداية نحب نحتضر عن التغيير اللي صار بالورشة اللي خاطة بالدكتور رامي وإن شاء الله يا رب إحنا نكون باقين على السلسلة مع الورش وإن شاء الله يا رب الورشة مع الدكتور رامي بالأيام القادمة ضمن الجدول المعد بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله ضمن سلسلة الورش الإلكترونية التي عودتنا منصة المنصور الإلكترونية على إقامتها بدعم ورعاية من عمادتها الكريمة نستضيف اليوم من خلال منصتنا ومنصتكم أكيد الأستاذ الدكتور علاء جراد زميل أول أكاديمية التعليم العالي بالمملكة المتحدة أستاذ التعليم الاستراتيجي والتمييز المؤسسي ليقدم لنا ورشة بعنوان تحقيق واستدامة التمييز من خلال التعلم المؤسسي كل الترحيب والتخدير بكم دكتور في منصتكم واللي هي منصة المنصور الإلكترونية يسمي المساعد من خلالكم بالسيد عميد كلية المنصور الجامع الأستاذ دكتور صباح محمد كله والسيد المساعدة علمية الأستاذ الدكتور عبدالستار شاكر سلمان والسيد المعاون الإداري الأستاذ الدكتور حسن رضا النجار كذلك كل الترحيب بالسيدات والسادة الحضور في البداية نحب نسلط الضوء على السيرة الغنية والمميزة الأستاذ الدكتور علاء جراد من خلال ما شاء الله كل الـ CV ماتة اللي هو يعني مليان بالتمييز والمشاركات بالبداية بس أحب أبطيكم في النبذة إن شاء الله يا ربي تكون واضحة لكل ما شاء الله علامة مضيئة بالتعليم والتعلم الأستاذ الدكتور علاء جراد زميل أول أكاديمية التعليم العالي بالمملكة المتحدة زميل الجمعية الملكية للتجارة والصناعة والفنون بالمملكة المتحدة أستاذ التعلم الاستراتيجي والتمييز المؤسسي نائب رئيس جامعة آل مكتوم للتعليم العالي سبتلندا الدكتور علاء جراد حاصل على دكتوراه في التعلم والتمييز المؤسسي وهو خبير مرموق في إدارة جودة والتعلم المؤسسي يتمتع بأكثر من 30 عام من الخبرة المؤثرة في الاستشارات تعليم التنفيذي وتطوير الأعمال الاستراتيجية كونه مبتكر نموذج المؤسسة المدفوعة بالتعلم قام الدكتور جراد بالتأليف ثلاثة كتب ونشر أكثر من 470 مقالا مما جعله أحد قادة الفكر والرأي المؤثرين في هذا المجال كما أن الدكتور له عمود منتظم في صحيفة بارزة حيث شارك في القطاع التي تشكل الخطاب المهني والفني في مجال التمييز والتعلم شغل الدكتور أدوارا قيادية محورية في مؤسسات مرموقة مثل الشرق الأوسط بما في ذلك جامعة ونن وجامعة ميدك ذيسكس وتعد خبرته في القطاع المؤسسي واسعة أيضا حيث تميز بتأريخها في المناصب الإدارية العلياة في بنك الاتحاد الوطني وبرنامج المستثمرون في الموارد البشرية في الإمارات العربية المتحدة حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي وقادة مبادرات تحولات تنظيمية كبيرة وبرنامج تميز بعد اتقال المملكة المتحدة في عام 2017 يعمل الدكتور الآن كنائب رئيس جامعة آل مكتوم للتعليم العالي في اسكتلندا كما أنه عضو نشط في اللجنة الفنية الدولية للمعايير ISO TC 260 مسهما في تطوير معايير الموارد البشرية الدولية تشمل انجالات كذلك في الجمعية الملكية للتجارة والصناعة والفنون وكذلك قام الدكتور بتطوير أول برنامج مواجستير ودكتورات التعليم المؤسسية الاستراتيجي قام كذلك بتصميم وتطوير برنامج مواجستير في تجارة العملاء وإدارة الخدمات بالتعاون مع جامعة أبرتايكس لندن يتميز بنجه المبتكر الذي يدمج بسلاسة بين النظرية الأكاديمية والتطبيق العيني كما أن كل السر اللي قدمناها تمتاز بالريادة من خلال قدمتها صاحب السمو الملكي الأمير برعاة مؤسسة جودة البريطانية يواصل الدكتور عمله في مجال بناء جسور بين المؤسسات الاكاديمية والصناعية لتعزيز التعلم وتفوق المؤثر في مختلف القطاعات في مجال التطوير والخدمة العامة فهو مؤسس مبادرة واحدة جودة لنشر ثقافة الجودة والتعلم والتي تشمل أكثر من 6 ألاف أغو في شهر أكتوبر من عام 2024 كما استعاد به حكومة جورجيا كمراقب دولي في القطاع الأكاديمي للرقابة على الانتخابات البرلمانية ما شاء الله عليك دكتور يعني سيرة ورباء وطامن مؤسسة العلمية يعني احنا فخورين طراحة باستضافتك وجزيل الشكر لتحت نهاية الفرصة أن تتحدث من خلال مراصتنا اليوم كل الشفرة التخذية فضل أي دكتور شكرا شكرا دكتور هايثم كريم على هذا الاهتمام وعلى المقدمة الطويلة أشكرك بشدة وأحب أشكر أيضا الأخ والزميل والصديق العزيز الدكتور هايثم طه على تعريفي بالمنصة الخاصة بكلية المنصور وده شرف كبير لي يعني أنا طلعت على الموقع بتاع الكلية والأنشطة اللي بتعملها شيء مشارف أن أكون معاكم وطبعا بحب أشكر معالي العميد دكتور صباح ودكتور عبدالسطار وأيضا دكتور حسن رضا أشكرك على تواجدك وعلى اهتمامك وعلى دعمك لهذه المبادرات أنا هحاول بقدر الإمكان ما أطولش عليكم وأدخل يعني في الموضوع اللي حابب أشارك مع حضراتكم بعض الأفكار فيه فلو تسمحوا لي حاشارك الشاشة دلوقتي واضحة الشاشة دلوقتي ظاهر عندكم واحة جدا دكتور تمام أنا بس هقفل الكاميرا علشان يبقى الجودة كويسة بتاع الشوم وبعدين ممكن لما نخلص شرح يعني ونبقى نفتح الباب للنقاش فمرة تانية بشكركم وبشكر زملائي واصدقائي اللي شرفونا بالحضور ومنهم أعضاء في واحد الجودة هنا وزملاء اشتغلنا مع بعض قبل كده فبشكركم جميعا ويعني أنا بتعلم منكم أيضا فالغرض من هذه الندوة أو المحاضرة هو تبادل الأفكار ويتم طرح بعض النقاط اللي ممكن تكون مفيدة لبعض المؤسسات وبما أنه أغلب الحضور يعني من قطاع التعليم العالي فأنا يعني حركز شوية على قطاع التعليم العالي والجامعات ولكن هذا لا يمنع أنه الموضوعات اللي بترحها هنا والطرح اللي موجود في هذه المحاضرة يسري على كل المؤسسات سواء كانت مؤسسات خاصة أو حكومية أو تعليم أو ذات نفع عام فالموديلز والطر اللي بنحكي فيها والممارسات يمكن تطبيقها أين كان طبيعة المؤسسة طبعا الدكتور هايسة مصطفاد فأنا مش هتكلم عن نفسي أكتر من اللي قالوا بس النقطة اللي بحب ألفت ليها أنه الجائزة دي من سنتين حصلت عليها من الأميرة آن هنا في بريطانيا وكان أحد الأسباب الرئيسية لحصولي على الجائزة دي هو المواءمة أو التواصل أن أنا بخلق فرص تواصل بين القطاع الأكاديمي وقطاع الصناعة بمعنى أنه في كل البرامج أو غالبية البرامج اللي بأشتغل فيها أو بعملها أو بشرف عليها بكون حريص أنه الطلاب ينخرطوا في الصناعة وبفتح لهم فرص في الشركات بحيث يعملوا تدريب فيها ولاحقاً يعني جزء كبير منهم بيلتحق بهذه الشركات وشركات كبيرة يعني زي أسترزينيكا بتاعت الأدوية وزي رولز رويز بتاعت السيارات ووزارة الدفاع هنا في بريطانيا أيضاً وشركات استشارات كبيرة زي كي بي ام جي والأمور دي فموضوع الشراكة بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعة ده شيء مهم جداً ومن وجهة نظر يعني لابد أن يكون هدف أساسي وستراتيجي ولاحياد عنه لكل الجامعات أين كانت التخصص بتاعها سواء كانت تخصصات نظرية أو تخصصات عملية اللي حاول أتكلم فيه في الأربعين دي اللي جايين يعني عن فكرة التعلم المؤسسي ومفهوم ما هو التعلم المؤسسي وفي كثير من الأدبيات بيترجموه التعلم التنظيمي فسواء كانت تعلم مؤسسي أو تنظيمي هو نفس الفكرة المصطلح باللغة الإنجليزية اللي هو الورجانيزيشنال ليرني فهو كنوي يوز الطرق وأطر العمل والأسليب اللي ممكن إحنا كمؤسسة ولما أقول مؤسسة أقصد بيها جامعة أقصد بيها مستشفى أقصد بيها جاعة حكومية أو شركة خاصة ده كلمة هنا مؤسسة فالكلام ده ياسري على الكافة فليه إحنا محتاجين التعلم إيه أهميته وإيه هو أصلا التعلم المؤسسي ده وإزاي المؤسسة ممكن تتعلم يعني إحنا نفهم الطلبة بتتعلم إحنا كأعضاء التدريس بنتعلم حاجات جديدة فإحنا كأفراد أيوا بنتعلم لكن إزاي المؤسسة ككل ممكن تتعلم وإزاي ده ممكن يأثر على نتائج بتاعتها فإيه هي نتائج التعلم فلا يكفي أن أنا بتعلم بس لكن لابد إنه إحنا نقيس أثر هذا التعلم وكثير من الأساتزة بتوع الإدارة يعني منهم بيتر دراكر وتوم بيترز قالك ما لا يمكن قياسه لا يمكن تحسينه لابد إنه إحنا نقيس الحاجة ونعمل قياس فيه اتنين طبعا من أساتزة الإدارة يعني أنا تأثرت بيهم في البحث وفي الشغل وفي طريقة الأداء الاتنين دول ديمينج اللي حضر لكم شايفين صورته دلوقتي وإدوارد ديمينج يعتبر المنظر أو أبو نظرية الجودة الجودة الشاملة الشخص الآخر هو بيتر سنجي ويعتبر من المرجعيات في موضوع التعلم المؤسسي فالحتة أو النقطة اللي أنا بعمل شغلي فيها وبحب بعمل بحث فيها وعملت فيها اتنين ماجستير يعني أسستوه وبرنامج دكتوراه هي العلاقة بين في أي استفسار أو حاجة العلاقة بين التعلم المؤسسي والجودة والتميز فديمينج قال لنا يعني التعلم ما هواش إجباري كمان أنك تحافظ على حياتك وتفضل موجود عملية البقاء البقاء أيضا ما هواش إجباري محدش بيجبرنا نحافظ على حياتنا كذلك محدش بيجبرنا نتعلم الفكرة هنا أن التعلم هو خيار أو اختيار نحن اللي بنختار عايزين نتعلم أو مش عايزين نحن بنختار جينا نحضر المحاضرة دي النهاردة بالرغم من مشاغلنا واهتماماتنا ومع ذلك خدنا وقت كده مستقطع وجينا نحضر المحاضرة دي في المحاضرة دي ممكن حد معاه وراء وقلم أو معاه نوت حياخد نوت أو بيفتكر يعني زاكرته كويسة حيفتكر بعض النقاط اللي حنقولها هنا أو حنتناقش فيها مع بعض وحيبدأ يحاول ياخد أكشن فيها في حد حيسمع المحاضرة دي وحيعجبه الكلام وخلاص وبعدين حيمشي وخلاص يعني ما عملناش حاجة في حد ممكن مش هيعجبه المحاضرة خالص ماشي ما فيش مشكلة الفكرة هنا أنه التعلم الحقيقي بيحصل لما أحاول أبدأ أنفس فكرة فأنا عجبتني فكرة ببدأ أحاول أطبق الفكرة دي تبدأ تطلع لي مفاجآت تبدأ تحصل أمور أنا ممكنش أخد بالي منها وهنا بييجي التعلم وهو لما نحاول نجسر الفجوة بين اللي احنا عارفينه واللي احنا عايزين نعمله فالتعلم الحقيقي بيجي بالممارسة وليس النوينج أو المعرفة المعرفة سهلة بقى عد أرى كتاب وبعرف اللي فيه لكن هتعلم أمتى لما أبدأ أنفس هذا الكتاب اللي قدام حضراتكم طبعا بيتر سينج اللي هو على اليمين ده يعني هو مؤلف كتاب اسمه The Fifth Discipline اللي بحب يقرأ يعني الكتاب ده يعني لا غنى عنه لأي أكاديمي ولأي واحد بيشتغل يعني ولأي مدير شركة أو مدير مؤسسة فموضوع التعلم ده حاجة أساسية اللي في النص طبعا بروفيسور جيف جولد وهو المنتور بتاعي الموجه بتاعي واللي احنا عملنا كتاب مع بعض اسمه The Learning Driven Business ودولة ناس أنا تعلمت منهم ومدين ليهم بعد الله سبحانه وتعالى فيه موضوع الاهتمام بعملية التعلم فيه بحث منشور على موقع جماعة اسمه Inc.com موقع Inc أو اخسار Inc Corporation البحث ده بيقول لنا أنه بحث كبير يعني أنه 8% من البشر بيحققوا الأهداف بتاعته فقط 8% بيستطيعوا تحقيق الأهداف بس 8% دول عملوا حاجة كويسة جدا أنه بدأ يتعلم المهارات ويتعلم السلوكيات اللي ممكن تساعدوا في تحقيق هذه الأهداف فيه ناس تاني كتير عايزة تحقق الأهداف بتاعتها لكن الموضوع بيظل نية حسنة أنا نفسي أعمل حاجة لكن ما باخدش Action أو باخد Action علشان أعمل الهدف اللي أنا عايزه ولكن أنا مش مستعد ما عملتش الهوم وورك أو الواجب بتاعي بحيث أنه أنا أكون جاهز لتحقيق هذا الهدف فمثلا ممكن أنا كنت في محاضرة أول مبارح بحكي على موضوع الهدف أنا شخصيا على يعني أنا بحكي مثال على نفسي سنة 86 أنا كتبت الهدف بتاعي أن أنا أكون أستاذ جامعة متميز بحلول عام 2000 ده كان هدفي كتبته في ورقة ولزقت الورقة دي على الباب بتاع القوضة بتاعتي علشان أفضل فاكر كل مخرج وادخل أشوف الهدف اللي أنا عايزه فأنا حددت هدف أكون أستاذ جامعة متميز سنة 2000 أنا اتأخرت ست سنين يعني حققت الهدف ده سنة 2006 بس أنا كنت واعي وعارف أنا ليه متأخر وكان فيه أسباب ولم أحيد عن هذا الهدف طب عشان أحقق الهدف ده كان لازم أعمل مجسير وبعد المجسير لازم أعمل دكتوراه ولازم يكون عندي خبرة عملية أنا ما حبيتش أبقى عشان أبقى مميز لازم يكون عندي خبرة عملية لا أكتفي أنه أنا أقرأ شوية باوربوينت وروح أتكلم عنها أو كده فاستنيت شوية لما اشتغلت وبقى عندي خبرة عملية وبعدين دخلت القطاع الأكاديمي وبالتالي دخلت وأنا عامل ريسيرش وأنا عامل دكتوراه وفي نفس الوقت عاندي خبرة عملية دي نقطة أن الواحد يكون جاهز وعارف إيه متطلبات تحقيق هذا الهدف كلام ده بيسري على الأفراد ويسري على المؤسسات ويسري على الحكومات حكومة اللي بتشتغل بدون هدف ما بتروحش في حد الحكومات اللي عندها هدف محدد عايزة تنفزه فأصبح مؤخرا بروفيسير اسمه جرهام سكوت وزير الخزانة في نيوزيلندا كاتب كتاب حلو جدا اسمه The Learning Government الحكومة المتعلمة فأيضا الحكومات يا جماعة زينا زي الأفراد بتتعلم وممكن يكون عندها مشاكل في التعلم الشركات البنوك المستشفيات إذن موضوع التعلم بيسري على الأفراد بيسري على المؤسسات الشركات وبيسري أيضا على الحكومات وبالتالي احنا ما نقدرش نحقق الهدف بمجرد النية الحسنة والأمنيات لابد أنه أنا أتعلم مهارة يعني الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه ما عرفش حضارة كلكم عارفين ولا لا ده مفكر راقي يعني قال لك لواحد يعني متدين سواء مسلم أو مسيحي متدين وما بيعرفش يسبح ونزل البحر وواحد تاني مش مؤمن حتى بوجود ربنا يعني وما عندوش تدين ونزل البحر بس بيعرف يسبح اللي هيعرف يعدي هو اللي بيعرف يسبح تمام ف لازم ناخد بالأسباب لابد أنه احنا ناخد بأسباب العلم وخاصة أن احنا في قطاع التعليم دي شغلتنا يعني دي شغلتنا أنه احنا بنحص الناس أنه يتعلموا ويطبقوا التعليم ده وغير حياته طيب إيه هو بقى التعلم ده يعني إيه هو أروح أحضر دورة مثلا ولا أروح أحضر مؤتمر يعني أعمل إيه فيه طرق كتير جدا هنتكلم عليها في عجالة النهاردة دلوقتي لكن قبل ما أتكلم عن الطرق دي لابد أنه أنتبه لحاجة اسمها الـ أنه يبقى عندي تعلم واعي بيقود لأفعال وتغيير في السلوك بمعنى أنا النهاردة مثلا قاعد أأجل كل شوية قاعد أأجل الشغل وأعمل تسويف وبروكراستريشن فاتكلمت قابلت حد مثلا تعرفت منه طريقة أنه أتغلب بيها على موضوع التأجيل والتسويف خلاص أنا صاحي ودماغي وعية وبيأخذ ملاحظات وأبدأ طالما أنا اقتنعت بأهمية التغيير يبقى أبدأ أخذ خطوة أبدأ أنفذ يبقى أنا مش بسمع وخلاص يعني الناس بتوع اسمهم إيه دولة التنمية البشرية بيبقى فيه منهم عندهم عدد كبير جدا من الناس بيقودوا يسمعهم وبيبقى الواحد مرتاح نفسيا وبتاع وبيسمع كلام حلو ومستريح نفسيا لكن بعد كده لما بيخرج خلاص بينسى الكلام فهو حاجة وقتية ده ده المأخذ لأنه ما فيش طريقة بيشرح حالك إزاي تطبق الكلام ده فأنت بتسمع كلام جميل بتاخد نوليج لكن ما بتعرفش تطبق بعد كده وبالتالي ما بيكونش فيه أثر لاحقا فالتعلم الواعي ده مهم وأنه أنا رايح بنية التعلم يعني الناس اللي بتعمل إنجازات كويسة بيحط أجندة للتعلم عنده خطة للتعلم أنا حاخد دورات في المجال الفلاني أنا ححضر عدد مؤتمرات معين أنا طبعا نهاردة لو قلنا الميزانية ومش الميزانية كمية البلاتفورمز أو المنصات اللي بتعمل برامج تدريبية مجانية غير عادية يعني أنا في نهاية الباوربوينت حضرت لحضراتكو بعض المواقع المفيدة واللي أنا شخصيا ما بعرفش أشتغل من غيرها دلوقتي فأنا جمعت كده مجموعة من هذه المنصات هتفيد حضراتكو جدا ونقدر نستفيد بها طيب ليه الأفراد مهم أنهم يتعلموا عشان نعرف حال المشاكل الحياة بقت مليئة بالمشاكل وبتطلعنا للمشاكل ما كانتش موجودة زمان في الجيل اللي قبل كده ولا كنا نسمع عنها طيب فمهم جدا أطور المعارف بتاعتي النوليج وأفضل في حالة تعلم مستمرة عشان أنتبه لصحتي أحيانا تبقى حاجات ممارسات احنا بنعملها ومش عارفين أنها غلط وممكن تأزينا جدا في صحتنا وتعمل لنا مشاكل فأنا لازم أطور مهاراتي لازم أتعلم لازم أقرأ أعرف أتعلم أنه أنا أعمل وقت مخصص للناس اللي هموني عائلتي الناس اللي بحبهم دولة VIP دولة قبل شغل الجامعة وقبل أي حاجة عائلة الواحد والناس القريبين منه لابد أن يديهم أولوية ويقعد وقت معهم كويس لازم أقرأ وفهم الكلام ده بيتعامل إزاي لما بطور مهاراتي وبتعلم حاجات جديدة بتبقى الفرص للتحاق بعمل أفضل أو أبدأ البزنس بتاع الناس اللي عايزة تشتغل وتبقى تعمل ريادة أعمال بساهم أكتر لمجال عملي نهاردة لو أنا عندي مهارة بعملها للشغل والشغل مكان عملي اللي بيستفيد منها طب لما طور وراح ياخد دورات أو أتعلم مهارات تانية فأنا كده بضيف الشغل أكتر وهكذا أنا مش عايز يعني أشرح كل جزء ولا ولذلك أنا في النقطة رقم تمانية سايب علامة استفهام يعني فيه أكيد حاجات تاني فيه أسباب أخرى من أجلها يجب أن الأفراد يهتموا بموضوع التعلم على المستقى الفردي طب على مستقى الشركات ليه الشركات مهتمة بالتعلم ليه الجامعات لازم تهتم بالتعلم البقاء رقم واحد يعني إيه الكلام ده هو ممكن التعلم ده خليني أقفل وأنا ما أتعلمش كويس أنا في السلايدات اللي جاية حور حضرتكم خبر نشر النهاردة هنا في سكوتلندا استقالة رئيس جامعة دندي وجامعة دندي من أفضل 300 جامعة في العالم يعني مش من الـ 500 بس من الـ 300 One of the top universities عندها مشاكل إدارية وعندها أعقاد تعلم بقالها كذا سنة في القصة دي وده تالت رئيس جامعة يستقيل بس ده يعني كان استقالته موجعة جدا لأنه كان بياخد سالري عالي قوي وفي نفس الوقت عمل خسائر 30 مليون جنيه استرليني والحلول موجود أو كان ممكن تتعامل ولكن مشكلة التعلم فيها أعقاد تعلم طب أنا بقول كده لأنه أنا أسوشيت بروفاسور مع جامعة دانديو وامتابع الأحداث والأخبار يعني أنا مش هي اللي بشتغل فيها أنا بشتغل في مكان تاني لكن زي أستاذ زائر كده يعني عارف اللي حاصل في الموضوع التعلم هو العنصر الأساسي في القصة دي طبعا لما بتعلم كويس كمؤسسة أو كشركة ولا كجمعة بيبقى في نمو بيبقى في زيادة أرباح بيقدر أحقق الهدف الاستراتيجية بحافظ على العملة بتوعي طب هي جامعة فيها عملة آه طبعا فيها عملة طلبة بتوعي دولة هم العملة الأهالي بتوع الطلبة هم العملة فدولة أساسيين الموظفين بنسميهم العملة الداخليين العميل الداخلي الانترنال كاستمر بعمل مساهمة ممتازة للمجتمع بقدر أعمل بيئة كويسة وجاذبة للموظفين اللي عندي وأيضا هناك أسباب يعني أخرى لابد أن نهتم طب الحكومات هل الحكومات لازم تهتم آه نفس الأسباب برضو البقاء في حكومات بتختفي وفي دول بتختفي وحتختفي فلابد أنه يكون فيه اهتمام بموضوع التعلم وتعلم من الأفضل يعني يقول لك بس هذا لا يمنع أيضا أنه أنا ممكن أتعلم من قصص الفشل من تجارب الآخرين سواء هذه التجارب ناجحة أم غير ناجحة هم ليه كل شوية بيعود يقول لك الدول الإسكندنافية والدول الإسكندنافية لو حضرتكم درست وده بقى أنا بحكم يعني تخصص في هذا الموضوع أنا درست بقى الدول الإسكندنافية كويس قوي وروحت قعدت هناك يعني روحت أشوف الناس دي بتعمل فهو كل اللي بيعملوه هتلاقي عندهم حاجة اسمها الحكومة عندها مختبر تعالى بيجيب المشكلة ويقعد يحللها ويعرف الدروس المستفادة منها إيه ويبدأ يعمل سياسات حكومية بناء عليه سياسات ملزمة لذلك النهارده بريطانيا العظمى والله ما بقيتش عظمى أو حاجة لما حابت تتطور وتبدأ تعمل ابتكار وإنوفيشن راحوا فين كل الخبر اللي جابوهم من الدنمارك من النرويج ومن فنلندا وهوك عايز يتطور عايز يتعلم وفعلا جوم الناس بتوع الدول السكندينبية دي عاملوا نفس فكرة المختبر ده مع مجلس الوزراء وعملوا طفرة ممتازة جدا وبدأ يحصل فيه تحسين في بعض المجالات فأيضا الحكومات يمكن أن تتعلم وممكن يكون أيضا عندها مشاكل طيب لما نيجي نبوص للمشهد بتاعنا إحنا إحنا يهمنا إيه في القصة دي إحنا ناس بندرس في الجامعة وناس أكاديميين المشهد التعليمي دلوقتي بقى سريع التطور لدرجة أنه البعض بيقولوا ممكن خلال 15 سنة تختفي الجامعات بالمنظور التقليدي يعني 15 سنة من السنة اللي فاتت يعني بقى 14 سنة الصورة التقليدية للجامعة ممكن تختفي والحقيقة أنه ده حاصل بمعنى أنه نهاردة بقى فيه سيستم اللي هو بيسموه الفريمورك بتاع الكواليفيكيشن أنا ممكن أروح أاخد مادة في جامعة ألف وبعدين أروح أاخد مادة تانية في جامعة باء يعني فيه كونسورتيوم كده لـ 25 جامعة لو حد مهتم بتفاصيل ممكن نبعث هالو ممكن الواحد يروح ياخد حتى مادة واحدة في الجامعة اللي تعجبه من 25 دول ويعض يلم في المواد وبعدين في الآخر ياخد الديجري سواء باكالوريوس أو ماجستير فقصة التعليم التقليدي إن أنا روح أععد لأربع سنين في مكان واحد وفي المدرجات واخد الشهادة في الآخر الكلام ده بدأ على أقل في أوروبا وفي الدول لاتن أمريكا بقى فيه طرق أخرى في موضوع التعلم فهي مؤسسات يعني الجماعات لما تكون قائمة بقى على التعلم أو مدفوعة بالتعلم اللي أنا بسميها learning driven universities حتى أنا عملت تحالف هنا بين أربع جماعات اسكتلندية وأربع جماعات في مصر أسبوع اللي فات انضمت ليهم جامعة خمسة وحاليا في جماعات في باكستان عايزة تدخل في التحالف ده التحالف ده سميناه تحالف الجماعات المدفوعة بالتعلم اللي هو احنا بقى تعال نتعلم من بعض انت عندك حتة كويسة في القبول والتسجيل بتاع الطلاب واحدة من الجماعات دي بتعمله أحسن من الباقيين طب تعالوا نتعلم سوا الجامعة التانية عندها طريقة حلوة جدا في جذب الطلاب اللي هو بنسميه استقطاب الطلاب لا مانع ان نقول الأفكار للباقيين طب والمنافسة يعني ما كده ما هم هايبوا أحسن مني لا يا عم مش هيكونوا أحسن منك لأنه هم عندهم برامج مش موجودة عندي وانا عندي برامج مش موجودة عندهم وبالتالي لا مانع ان احنا نتعاون حتى لو احنا بننافس بعض لا مانع ان احنا حتى ندرس البرنامج مع بعض يعني الدرجة العلمية نفسها بقى فيه اتفقائيات كتير جدا ديول ديجري ودابل ديجري وجوين ديجري انه ممكن نتعاون سوي فالجماعات المدفوعة بالتعلم دي يا جماعة بتسمع المعنيين المعنيين طبعا اللي هي ترجمة ستيك هولدرز ساعد بنترجمها المعنيين أصحاب المصلحة أو أصحاب العلاقة أنا بحبش كلمة أصحاب المصلحة يعني فأنا بترجمها فالمعنيين بتوع الجامعة كتير كتير جدا زي مين في الجامعة في سلايد هقول لحضراتكم مين المعنيين في أي جامعة لكن قبل كده أنا عملتلك سكرين شوت الكلام ده النهاردة لو بسطوا على الطريق سبع ساعات من سبع ساعات الكلام ده يعني هتلاقي فوق هنا في الشمال وستة ديسمبر الخبر اللي تحت ده 12 الصبح النهاردة ساعة 10 و 25 ديئة والخبر اللي فوق هنا ده على الشمال 12 تم نشره من سبع ساعات يعني الراجل استقال بأثر فوري يعني النهاردة كان آخر يوم ليه قدم استقال النهاردة والنهاردة الجامعة كان آخر يوم ليه ليه الراجل عمل عجز في الجامعة خسار 30 مليون جنيه استرليني وده بقى يعني ده جانبنا يعني وأنا بعرفه شخصيا البروفيسور إيان جليبس وعلى فكرة دي مش هتكون أول ولا آخر واحدة يعني الكلام ده هيحصل كتير يعني هيحصل كتير في الجامعات هنا في بريطانيا وربما في دول أخرى أيضا لأنه المشهد بتاع التعليم العالي لازم الجامعة تصحى يعني المسؤولين عن الجامعات لازم يصحوا ووضع السياسات اللي تتعلق بالتعليم العالي لازم ياخدوا أكشن سريع ويبدأوا يتكلموا مع بعض لأنه الدنيا هتتغير تغير غير عادي وبخاصة مع موضوع الارتفيشل انتليجنس موضوع الذكاء الاصطناعي هيبقى الطلب قليل جدا على الدرجات الكاملة يعني التركيز هيكون على المهارات وخاصة في وجود واحد زي ترامب ده بيكره حاجة اسمها درجة علمية هو عايز يبقى مؤهلات مهني فالمشهد هيتغير تغير بتاع بقاء يعني نكون او لا نكون كمؤسسات ولذلك مش عايزين ننتظر لازم ناخد أكشن ونشوف احنا نروح فين في الموضوع ده طبعا انا مش بحاول اكون سلبي ولا حاجة لكن انا اصدي انه في طرق كتير نقدر نتنبأ باللي حيحصل اللي حاصل يبمين المعنيين في اي جامعة عندي الهيئات التنظيمية وزارات التعليم العالي وهيئات المنح والاعتماد اللي بتدي الترخيص للجامعات اوليها الامور اعضاء هي التدريس جامعات الاخرى الموظفون المحترفون مش اي موظف الموظف اللي هو زي محمد صلاح كده في ليفر بول بينزل يجيب جوان يجيب اهداف للفريق بتاعه موظف بتاع استقطاب طلاب بينزل بجيب لي بالمئات طلاب وهكذا فاحنا عايزين نوعية الموظفين مش اللي هو بييجي زي ما احنا في مصر بنقول ايه كمالة عدد اهوا واحد وخلاص يعني موجود لا احنا عايزين ناس محترفة زي الكورة كده واحد محترف يجيب لنا جولز الطلاب طبعا يعني المعنيين الرقم واحد وشركاء الصناع اللي هم هياخدوا طلابي بعد كده لما يتخرجوا هيروح يشتغلوا عندهم طب ايه هي طبيقة الجامعة المدفوعة بالتعلق الجامعة دي بتلتزم بتعزيز بيئة التعلق يعني ايه يعني بتبعت الناس يتدربوا بتجيب لهم مدربين بتسيبهم ياخدوا اجازات عشان الروح يحضر مؤتمرات لما بيتعلم على حسابه الجامعة بتكافؤوا بتدي له شهادة تقدير وتقول له برافو عليك انت عملت حاجة كويس فبيحصل ايضا مش بس تدريب وتعلم يعني لأ ده لما واحد بيقول ملاحظات او حتى ينتقد احنا بنرحب بالانتقاط بتاعه وبنسمع الملاحظات بتاعته وبنسمع الاقتراحات لو عنده اقتراح يطبق بنسمعه وبناخده على محمل الجد وبالتالي هنا الوضع بيختلف هتلاقي الناس يعني احنا باللهجة العادية كده اقولك الناس نفسها مفتوحة للشوال جاي مبسوط لانه المدير بتاعه بيسمعه زملاءه ما بيسرقوش مجهوده ما هواش محتاج كل شوية يتكلم عن نفسه وقول انا عملت وسويت عشان يثبت انه هو بيشتغل لا في نظام تقييم اداء موجود بيقدر يقول لنا مين اللي بيشتغل ومين اللي ما بيشتغلش طب لو ده حصل هتلاقي الموظفين بقت الكفاءة التشغيلية بتاعتهم عالية جدا موظف بييجي ساعة تمانية بيمشي ساعة اثنين ولا ساعة خمسة حسب معادل عمل مفروض تاخد منه ثمان ساعات شغل بيديلك تمانية ونص كمان من كم سنة في احدى الجهات عملت دراسة على انتاجية الموظف في الوطن العربي تخيلوا حضراتكم ان كان المتوسط الانتاجية في الاثنين وعشرين دولة عربية المتوسط طبعا ممكن يكون اعلى ممكن يكون اقل كان متوسط الانتاجية في اليوم سبعة وعشرين دقيقة سبعة وعشرين دقيقة هو ده الانتاج الفعلي بتاع الموظف طبعا دراسة من زمان يعني اتمنى انه يكون تغير الوضع فلذلك لما يكون البيئة صحية لا انت بتاخد انتاجية مش مية في المية لا مية وشوية فوقها عشرة في المية كمان زيادة اعضاء هاي التدريس بيكون دايما عندهم توجه يتابعوا ايه الجديد عندهم مبادرات بحثية كويسة بروح يدور على ايراسموس وعلى الفرص بتاع الجرانس والمنح وبساعد جمعته وبيتحرك ما بيعدش راكد في مكانه الاهالي هيكونوا سعداء جدا وبتكلموا كويس عن الجامعة وحتلاقيهم هما بيجبولك افكار الطلبة مبسوطين سعداء بيدوا تقييم ايجابي للبرامج بيتكلموا صحابهم خلي بالكوا تأثير الطلاب في استقطاب طلاب تانين اعلى من اي ادارة استقطاب طلاب ولا اي وكلة من اللي بيجبولنا الطلب لانه الطالب بيقتنع بكلام زميله اكتر ما يقتنع بكلامه اكتر ما يقتنع بكلام اهله نفسه يعني فلذلك لازم انا الطلبة بتوعنا يكونوا راضيين جدا وحبين المكان اللي بيدرسوا فيه طبعا الهيئات التنظيمية ده مش اختيار يعني وزارة التعليم العائلة ولا هي الضمان الجودة ولا الجهة اللي بتديني الترخيص وبتشرف علي مش بمزاجي ان انا ارضيها ولا ارضيها ده انا لازم لازم ارضيهم تماما بس ارضيهم بشغل مزبوط اوكي مش ارضيهم اروح اعزمهم في اوتيل ولا اروح اجيب لهم هداية عشان يعملون تقرير كويس يعني اه فالاهتمام بالموضوع بتاع الستيكهولدرز بيجي من التعلم لما كنا الجامعة منفتحة ومؤسسة متعلمة بيتر سينج او بيتر سينجي اللي اللي اخترع لنا موضوع التعلم ده قال لنا ايه تعريف المؤسسة المتعلمة اللي كل الافراد بيشتغلوا بيحسنوا قدراتهم وعايزين يحققوا نتائج متميزة وفي مجال ان واحد طموح نقول له تعالى يعني انت طموح تعالى يا عم اشتغل اعمل حياة الطموح بتاعك ده واشتغل المشروع ده وشوف انت عايز اقول لحضراتكم كلام نظر ولا بيحصل لا ده انا لو فيه وقت انا حد حضراتكم على كل نقطة من اللي اتكلمت فيها دي عشر امثالة مش مثال واحد على حاجات حصلت فعلا وانا كنت جزء فيها او انه انا شفتها بتحصل فالكلام ده دوابل ومش بس في بريطانيا لا ده في دول عربية وفي دول غير عربية الكلام ده ناجئ قابل للتنفيذ وبيجيب اثر غير عادي بروفيسور جيف جولد وانا عملنا بقى تعريف للبروسيس ما هو فيه التعلم المؤسسي وفيه المؤسسة المتعلمة طب ايه الفرق المؤسسة المتعلمة ده المنتج النهائي انا عايز اوصل له انا عايز اروح من محطة ربيل عايز اروح بغداد الهدف بتاعي روح بغداد اوكي طب هروح ازاي لازم بروسيس لازم وسيلة مواصلات الوسيلة بقى دي هي التعلم المؤسسي فالبروسيس اللي بتوصلني للمنتج ده اللي انا اشتغلت عليه مع بروفيسور جيف جولد وعملنا فيه نموذج وكتاب وعملنا فيه شغل كتير فايه هو التعلم نفسه هو تعديل السلوك العملية اللي بيتم فيها تعديل السلوك المؤسسي ازاي من خلال استخدام مختلف عمليات وممارسات واساليب ان احنا نستخلص الدروس المستفادة جوه وبره من جوه الجامعة ومن بره الجامعة علشان اتحول ان انا اصبح مؤسسة مدفوعة بالتعلم وطبعا يعني احنا حاولنا نخلي الكلام ده مشروح بطريقة واضحة مش مجرد اطار نظري وخلاص فكل جزء اتكلمنا فيه حطينا امثلة عملية بالاسم وبالعناوين كمان فده الكتاب الاولاني اللي هو شرحنا فيه النموذج فيه 32 معيار عن ونشرنا اربعة على الموضوع ده والنموذج ده موجود يعني على امازون لكن انا حبعت لحضراتكو منه فانا حبعتها لدكاترا دكتور هيثم ودكتور هيثم وان شاء الله يشاركوها مع حضراتكو وااسف طبعا انا مش مترجمة لكن ان شاء الله ترجمها قريب فده النموذج اللي بيشرح ايه هي المؤسسة المتعلمة وايه المحاور بتاعتها وكده لو خدنا ده مثلا عايزين نطبقه على مؤسسة معانا دلوقت هي المستطفانة كلية المنصور الجامعة ايه الرؤية بتاعت الكلية انها تكون كلية متميزة وطنيا تتنافس اقليميا يعني انا عايز نسهم في تكوين المعرفة ودعم التنمية المستدامة وتفعيل كل الطاقات من اجل خدمة المجتمع العراقي والمجتمع الانساني طب ده كلام جميل وكلام على مستوى استراتيجي نزلنا شوية بقى تعال ننزل شوية من الاستراتيجي ونحدد الرسالة الرسالة وده كلام جميل برضو ماشي بتسلسل عشان احقق الرؤية الكبيرة الطموحة دي يبقى انا لازم ااهل الخرجين علشان نسوق العمل ونخلق فرص واعدة واللي هي المهام بتاعت اي مؤسسة تعليمية فالكلام ده واضح جدا بس انا محتاجة وضحه اكتر ده خلنا بالاهداف يبقى عندي تقديم برامج اكاديمية متطورة تدريب علمي في مجال التخصص عشان نلبي احتاجات السوق وهنا بقى يبدأ الشغل يا جماعة يعني ده لو خدناك كنموزج عايزين نخلي او ان كلية المنصور هتتحول انها تبقى كلية مدفوعة بالتعلق بيحصل ازاي الكلام ده بناخد الاهداف دي نبدأ نعمل لها ايه اكشن بلان يبقى فيه مستر اكشن بلان وانا يعني حتت لو حضراتكو سمعيني يعني في كل المؤسسات الاكاديمية حاجة تعلمتها وبطبقها وبتجيب نتائج خيال علمي انه انا كل برنامج بعمله مجلس استشاري يعني باكالوريوس التمويل الاسلامي هتلاقي ليه مجلس استشاري لهذا الباكالوريوس مدرأ بنوك ناس في المجال ناس اكاديميين ايضا شركات بتوظف وبنجتمع معاهم 3 مرات في السنة يا جماعة قلولنا ايه طلباتكو في الخرجين بتوعنا عايزينهم يبقى شكلهم ايه عايزين ايه المؤهلات اللي عندهم عايزين ايه المهارات اللي عندهم فادي مجلس استشاري عندي برنامج جديد اسمه خبرة العميل وإدارة الخدمة ده ماجستير ليه مجلس استشاري دوره ايه المجلس استشاري يقول لي ايه الاحداث الجديدة والترند في مجال خدمة العملة وخبرة العميل والمجلس استشاري ده احنا ولا بنعمل لهم يعني كل اللي بندقول لهم شهادة تقدير ممكن حاجة يعني هداية عينية بسيطة ولكن كمية المعلومات والتعلم اللي انا باخده من المجلس الاستشاري ده غير عادية مش بس كده هو مش بدينا نصيحة بس ده بيفتحولنا ابواب كمان في الجهات وفي الشركات الاخرى وبيدون اقتراحات عظيمة جدا ده ممارسة بسيطة جدا يعني في ممارسات كتير نقدر نعملها في الجامعات بس قبل كل الكلام الجميل ده لازم افهم الحاضر الغائب الثقافة المؤسسية في اي ارجانيزيشن هي الحاضر الغائب ليه؟ لانو كلنا بنتكلم عنها وقولك لا اصلا الثقافة هناك مش قد كده او الثقافة صحية وكلنا بنتكلم على الثقافة لكن هل بنقسها؟ هل يتم قياسها؟ هل يتم عمل مشروع لتحسين الثقافة المؤسسية؟ او نفهمها؟ ففي مجموعة في كندا والولايات المتحدة عملوا بحث ووجدوا انه يعني معظم 86% من المؤسسات بيعتبروا ان الثقافة اللي عندهم توكسك ثقافة سامة غير صحية وده ممكن يبقى ليه يعني ندوة تاني الواحد وموضوع الثقافة عشان ندخل اكتر يعني وما نطولش عليكم اكتر من كده في موضوع التعلم الفردي انا حاول عنوين فقط وهتركها لحضراتكم تبقوا تفكروا فيها وان شاء الله يظل بيننا نقاش لانه فيه مجروب موجودة وفيه وسائل التواصل كتير يعني دولا بعض الطرق او الاساليب للتعلم الفردي المنتورينج وده نصيحة انا بقول لحضراتكم دلوقتي لو ما فيش منتور عندك لازم تلاقي منتور اي ان كان الواحد سنه كام او خبرته ايه لابد يكون عندنا منتور ده حاجة مهمة جدا وانا في شغل كتير جدا لولا بروفيسور جيف جولد ولولا منتور اخر احترمه واقدره الدكتور احمد درويش ده الوزير التنمية الايدارية عندنا في مصر يعني الاثنين دول ساعدوني مساعدة يعني فيه حاجات كتير ما كانش هتحصل بدون مساعدة هؤلاء الناس بعد التوفيق ربنا سبحانه وتعالى طبق فلابد انه ناخد منتور فيه عندي رفليكشن برضو التدبر والتفكر الكوتشن المؤتمرات التعلم غير الرسمي وحد حضراتكم اكسرسايز لمدة 30 ثانية حوقف كلام واقول لحضراتكم لمدة 30 ثانية كده افصل كده دماغك وفكر في طريقة شغلك النهاردة طريقة اللي انا بعمل بها شغلي واسلوبي في الشغل ايه الحاجة اللي انا لو توقفت عنها فورا اسلوبي في الشغل هيبقى حلو جدا وحكتسب وقت كتير وحوفر وقت كتير كان بضيع انا مثلا لما عملت الاكسرسايز ده من كام سنة كان اول حاجة توقفت عنها ان انا اقول ياس كل ما حد يديني حاجة اعملها اقول له ماشي يلا هعمل بقى لقيت عندي مية حاجة ومش عارف اعمل اي حاجة فيه لما تعلمت اقول لا بس بطريقة كويسة وكده لقيت الدنيا اختلفت خالص فايه الحاجة اللي لو وقفناها الحياة هتكون احسن ايه الحاجة الكويسة اللي احنا بنعملها ويجب ان نستمر فيها واخيرا ايه الحاجة اللي ما بنعملهاش دلوقتي ولو عملناها حيبقى الدنيا كويسة وحيبقى عندي نتائج جميلة فانا حاسكت واسيب حضراتكم تلاتين ثانية كده تفكروا في الموضوع ده ولو ناخد نوت فيها عشان نيبقى عندك ادي تلاتة اكشن هم بعد المحاضرة ان شاء الله هتبدأ وتطبقوهم بإذن الله تمام لو جات فرصة نتناقش بعد المحاضرة وحد عايز يتطوع يقول لنا ايه التلات حاجات يبقى جميل او هو الغرض منه ان الواحد يعمل تدبر تأمل مع نفسه يعني بين وبين نفس انا بفكر بس دي اداة صغيرة سريعة بتخلي الواحد يرتب افكاره لانا لو فكرت من غير اداة ممكن اعمل قاعد افكر كتير قوي وبعدين ما طلعش بنتيجة بسيطة زي كده بخليني بعد ديقتين ثلاثة اللي فكرت فيهم دول اعرف انا رايح فين وايه الاكشن اللي هعمل ده ملخص لطريقة التفكير حسب كلب وده واحد من علماء التعلم قال لك الطريقة اللي بيحصل بها التعلم بتحصل ازاي تجربة حصلت طفل ماشي لسع ايده تلسعت في النار فتألم من التجربة فبدأ يفكر انه لما يشوف المكان السطح الساخن ده مش حيلسع ايده تاني مش حيط عليه وبدأ يعمم من التأمل او التفكر بدأ يعمم المرة التانية لما يقرب على حاجة شبه اللي خلت ايده تلسع دي مش هيعملها تاني فحيبدأ يطبق نفس القصة انت بتطلب حاجة من شخص زميلك في الشغل هذا الزميل غير متعاون فانت تعلمت انه لما هتروح تطلب منه مش هيوافق فبدأت بعد كده ما هونتش تطلب منه الحاجة دي او تطلبها بطريقة مختلف وهكذا فلو حضرتكو بحثت عن كولب سي او ال بي ده الاسم هتلاقوا شرح مستفيد لهذه النظرية وهي بسيطة جدا ومباشرة المستوى اللي اولان اتكلمنا فيه التعلم الفردي للشخص كفرد طب فيه طرق لتعلم الجماعة الجروب زي بنعمل فريق لحل المشكلات كده الشركات كتير اشتغلت فيها كنا بنعمل الفريق ده ايه شغلته شغلته يحل المشكلات عصدت مشكلة فريق ده فيه اعضاء من كل الجهات اللي في الشركة يعودوا يحللوا الموضوع ويوصلوا الحل فيه حاجة اليابانين بيعملوها اسمها حلقات الجودة كواليتي سيركلز برضو شبه حل المشكلات فيه حاجة انا بحبها جدا اسمها افتر اكشن ريفيو اللي هي المراجعات اللاحقة بعد ما الموقف يحصل يعني بعد المحاضرة دي مثلا نقعد انا دكتور هيثم ايه الامور مشت ازاي ايه اللي كان كويس ايه فرصة التحسين للمحاضرة الجاية ناخد بالنا منها فنقوم طالعين بدروس مستفادة ونتحرك على هذا الاساس ده التعريف بتاع المراجعات اللاحقة وهي موجودة في ادبيات الادارة بكثرة يعني وبتستخدم في جهات كتير جدا منها جهات عسكرية حتى التعلم المراجعات اللاحقة ببساطة بنسأل السؤال الاولاني ايه اللي مفروض كان يحصل احنا كنا جايين ليه اصلا احنا كنا راحين نعمل الشغلان دي ليه طب ايه اللي حصل في الحقيقة كنا نوين نعمل حاجة وبعدين حاجة تانية اللي حصلت ليه حصلت وايه الاثر بتاعها وايه نعمله المرة اللي جاي عملنا هنا المحاضرة كنا متوقعين نبدأ حصل تأخير طب ليه حصل تأخير طب المرة جاية نعمل بدري طيب النهار ده كنا متوقعين يجي لربعمائة طالب في برنامج الان بي ايه لا جالي تلتمية بس طب ليه ما جاش الربعمائة عشان احنا بدأنا التسويق متأخر طب المرة جاية ناخد بالنا نبدأ التسويق كذا فالروح كاتبين الدروس المستفادة هي الفكرة ان احنا لازم نسجل ونعدل في السياسات والاجراءات بتاعتنا اخر مستوى من مستويات التعلم احنا قلنا مستوى فردي مستوى جماعي المستوى التالت اللي هو على مستوى الشركة ككل او الجامعة او المؤسسة وده طرق كتير جدا في دولة طرق قدام حضراتكم اللي انا شغلنا دي احسن واتعلم منه فاشتغل وطور بناء على اللي تعلمته في انظمة الاقتراحات ده يا جماعة كنز مهمل انه نسمع الموظفين بتوعنا والطلبة ناخد اقتراحاتهم نشتري افكارهم بمعنى الكلمة نشتري افكارهم وناخدها بجدية لانه هتفرق كتير جدا فيها مثلة يعني شركة امازون هم عمل واحد من الموظفين كان عمل الفكرة بتاعة نادي برايم اللي مشترك عندكم في امازون وبيشتري من برايم واحد موظف اقترح يعمل نادي للناس تدفع شتراك شهري اللي هم بيشتروا من شركة امازون انلاين والحاجة تروح لهم تاني يوم يعني انت تشتري النهاردة ما تدفعش رسوم شارع واللي انت اشتريته يجي لك تاني يوم امازون بتعمل من العضوية بتاعة برايم كل سنة 19 مليار دولار امريكي تخيلوا الرقم ده مزينية دولة يعني 19 مليار دولار من فكرة موظف اهو اسمه عند حضراتكم والقصص دي منشورة تقدروا تقروا تفاصيل اكتر عنها براحتكم احد الموظفين الاخرين عمل فكرة انه يعمل برمجة انه تشتري مرة يعني ما تتعودش كل مرة تدخل بياناتك على السيستم لا السيستم يحتفظ بالبيانات وتشتري مرة واحدة بتعمل كليك وتشتري فعملوا براقة اختراع على كلمة one click purchase ده الرقم اللي قدامكم الزيادة في المبيعات غير كده عملوا 49 مليار دولار قيمة البراءة بتاعة الاختراع لمدة عشرين سنة وطبعا يعني اقدر اقول لكم امثلة كتير جدا يعني من هذا الموضوع الخلاصة عشان ندي فرصة لبعض الاسئلة لا غنى عن التعلم لانه قضية بقاء للاشخاص للشركات للجماعات وللحكومات فيه مستويات مختلفة من التعلم فردي وجماعي ومؤسسي وحكومي القيادة هي عليها الاساس اذا القيادة بتتعلم والمدرة بيتعلمه وبيجي وشاركوا التعلم ده وبيشجعوا الموظفين الموظفين هتتعلم التعلم زي الكأن الحي كأن حي يعني ايه يعني لازم نأكله كل يوم ونشربه ونهتم بصحته لو التعلم ماهتمناش بيه وكل يوم تعلمنا حاجة جديدة وعملنا تحديث للتعلم بتاعنا حيمرض وممكن يموت التعلم بيبدأ بالقياس نبدأ نقيس احنا فين النهاردة وعايزين نروح فين لازم نكافئ التعلم ونتخلص من ثقافة اللوم لأن الواحد لو غلط في المكان الشغل وعرف أنه حيلام وحيعاقب الميديا تلع الخطأ ده حيبطل يقول مش حيعد يقول ايه الخطأ اللي هو عمله ولابد يكون منهجية عشان يبقى كل الناس فهمة احنا ماشيين على نفس الخط المواقع دي مفيدة جدا وحتفتكو اول موقع بيعلمنا ايه واسلوب التعلم بتاعنا احنا بنتعلم بالقراية والله بالسمع والله بالايه الموقع التاني بيعرف نوعية شخصيتي وده اكتر اختبار نفسي معتمد على مستوى العالم يعني كل يوم مثلا حوالي 2-3 مليون بيعملوه او اكتر من كده دولة بتقدر تتعلم ببلاش تماما لو عايز تدفع تمن الشهادة بتاخدها مش بتوع دول يا جماعة يعني دولة مواقع دولية كبيرة موقع بريبلي للي عايز يتعلم لغة انا بتعلم على الموقع ده لغة البرتغالية دلوقتي وتدفع 5-6 دولار في الساعة ويكون معاك تيوتر يعلمك وجها لوجه يعني موقع فايفر عليه محترفين في تخصصات كتير جدا يقدر تعمل منهم خدمات بتكلفة مخفضة تشات جي بيتي طبعا كلكم سمعتوا عنه بس اللي ما جربوش يجربو يعني ويستخدمو حتكتشفوا انه فعلا بيوفر علينا وقت كتير جدا وشيء رائع الموقع اسمو نابكن ده بتقدر تحط النص الكتابة بالذات الزوملة المحاضرين فبتقدر تحط ويديك حتى خمس ست اختيارات تختار منهم انا شخصيا ببقيتش عرف اشتغل من غير نابكن ده روعة الناس اللي عايز تسافر وبتدور على شغل في بريطانيا وعايز يجي يدرس او بدور على منح الدكتوراه او ماجستير ده موقع اسمو jobs.ac.uk ده اجباري على كل الجامعات هنا في بريطانيا يعلنوا عنه فرص التوظيف ويعلنوا ايضا فرص المنح والدكتوراه فبرضو اللي حابب يلقي نظرة عليه وفي المانيا نفس الشيء الموقع اسمه DAAD اللي موجود عند حضراتكم زي ما قلنا هنبعت لكم كده اللي مهتم يعرف اكتر انا مش عايز اعمل يعني اي حاجة خارج المحاضرة لكن انا صممت ديبلوما في موضوع التعلم المؤسسي عليها 60 كريدت من جامعة ولاية ميزوري في امريكا اسمها Certified Organizational Learning Professional كولب وفي بعض الزملاء من العراق ايضا حصلوا على هذه الدبلوما فالمهتم يرى التفاصيل اكتر ممكن دكتور هايسم يقول لحضراتكم ودي شهادة يعني دي شهادة حقيقة يا جستين دي من الخارجين ودي ده شكل الشهادة يعني في الاخر ايضا فيه كتاب على امازون The Learning Driven Business ده الكتاب اللي عملته مع بروفاسور جيف جولد وده عمل ست مرات بيست سيلر على امازون من افضل مئة كتاب على موقع امازون طبعا عمل له endorsement دكتور ادوارد بونو لو تعرفون اللي عمل قبعات التفكير الستة الله يرحمه طبعا هو توفى من ضمن الناس اللي عملت يعني كلمة في الكتاب راسل لونجمير رئيس EFQM منظمة الاوروبية للجودة ودكتور بالينا بتشتغل في الكلية بتاعت التدريب لموظافي الاوم المتحدة وبتكتب في فوربس وفي هارفرد بيزنس ريفيو وفي طبعا 17 شخص اخر يعني عملوا endorsement للكتاب اخر حاجة عايزة اختتم بيها there is no excellence without learning يعني اذا انا عايزة ابقى excellent عايزة ابقى ممتاز عايزة ابقى متميز مش هعرف ابقى كده الا لما يكون بتعلم كويس طيب عشان اتعلم كويس لازم يكون متواضع سيدنا علي ابن ابي طالب قالك اول العلم التواضع والانصاط احنا نسمع ونتواضع واحنا هنتعلم القراءة ايضا حاجة مهمة جدا فلابد ان احنا نهتم بموضوع القراءة اللي ما بحب شارعه ممكن نسمع اوديو ممكن نتفرج على يوتيوب يعني فيه اساليب اخرى ده الايميل بتاعي الرقم اللي عليه الواتس ااب وبشكر حضراتكم واتمنى ان دي تكون بس مجرد البداية يعني يعني يكون فيه تواصل ويكون فيه تنفيذ بعد كده ونحاول ناخد اكشن ولو على حاجة واحدة فقط يعني لو نقطة واحدة فقط من اللي احنا قلناه ده حاولنا نطبقها بجدية ومعايا زملائي هنا حضروا معايا تدريب قبل كده دكتورة نرمين موجودة دكتورة نوها مصطفى يعني شايف اسماء كتير يعني هم وممكن يقول شكرا معلش انا ايسف طولت عليه كوي شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور نورتنا بهاي الورشة صراحة المميزة والمفيدة وكنا شكر وتقدير اليك دكتور ساد الحضور اذا اكو اي سؤال او مداخلة اذا تسمح لي دكتوران صراحة انا عندي سؤال اتفاضل كنت انتظر بس تنتهي دكتور كل زيان نعرف انه الجامعة هي في خدمة المجتمع نعم هذا الشي اكيد وشلون نقدر نوظف الجامعة بحيث يكونوا نخريجينهم عناصر فاعلة في المجتمع والخريج دائما ينظر من اول يوم يتبقى الكلية شلون رح يتخرج ويوظف نفسه اللي هو طموحه وهو خلي نقول خاله بالباله او كان هدفه من البداية في الاتحاق الكلية لكن اكو فجوة بين الكلية وبين سوق العمل سوق العمل مضبط نعم احنا هاي انت ذكرت حضرتك من خلال الاستدامة بالتعليم شلون نقدر هاي الفجوة نقلصها وشلون نفعل دور الجامعة خدمة المجتمع اكثر شلون نخلي نقول تخدم الطالب ورؤيته من اول ما يدخل للجامعة هل من خلال تنمية المهارات اكيد من خلال هنقول اعطاء شهادات داعمة لشهادة الاساسية هل من خلال مثل ما قلت اقفت مجلس اشتشاري بين اصحاب الشركات وسوق العمل وبين الكلية لاجل خلق فرص او محاولة تكون المناهج مواكبة للتطور وتخدم السوق العمل شنو بعد الاختراحات الاخرى من خلال الارتدكتور اللي ممكن انتحطق على الهدف جميل جدا سؤال رائع يا دكتور هايتم وانا حاجة وعضك سريعا يعني خاصة ان هي حاجات عملية كلها وحكون حريص انه اسمع سؤال استاذي بقى الدكتور طارق واهدان هو موجود هنا فانا عايز اخلص بسرعة عشان هو يتكلم الرقم واحد تشوف ساعدتك لما حضرتك تفتح مطعم انت بيهمك ايه بيهمك انه الزباين بتوعك انت تعمل حاجة الزبون عايزها صح اكيد مش هعمل مطعم عشان انا بحب الحاجة دي انا شاصيا انا بعمل حاجة هيبقى ليها سوق وعذروني انا اذا بستخدم مثال زي كده بس انا بحاول البرنامج جديد يعني الموضوع مش بيبدأ لما الطالب ييجي لا الرحلة بتبدأ قبل ما الطالب ييجي الرحلة بتبدأ من تصميم البرنامج التعليمي سواء باكالوريوس ماجستير ديبلوما الدرجة العلمية او حتى لو برنامج تدريب عادي يعني حتى ما لقوش كريدت القصة بتبدأ انه انا بجيب الزبون بتاعي مين اللي حياخد مني الخريج هذا البرنامج واسمعه من الاول يبقى رقم واحد انا بعمل دراسة سوق اشوف احتياج سوق العمل المحلي الاقليمي الدولي التلاتة لانه العالم بقى مفتوح على بعضه دلوقتي انا عايز اهل واحد يطلع يمشي في الحديد يروح الهند يشتغل يروح البرازيل يشتغل ييجي بريطانيا يشتغل فلازم افهم الاحتياجات بتاعة سوق العمل وده يبقى ضمن البرنامج بعد كده انا مثلا عمل بوليسي عندي بسيطة جدا في الكلية كل مادة في الترم لازم دي بوليسي مكتوبة ومراقبة لازم مرة في المادة في الترم السميستر ييجي اندوستري جيست حد متخصص من الصناع خبير سبجيك ماتر اكسبرت فييجي يحضر يعمل المحاضرة للطلب دي حاجة الحاجة التانية بقدر الامكان وحسب طبيعة البرنامج الطلبة نفسهم يروحوا الصناع يروح المصنع يروح شركة يروح الجهة الحكومية يشوف دي حاجة تانية بتعزز الموضوع بعد كده معارض التوظيف انه فيه باستمرار معارض من الشركات اللي ممكن او محتمل ان هي توظف الطلبة بتوعنا ييجوا يعملوا معارض والطلبة تتكلم وجهزوا والكلام ده حاجة اخرى هي التجهيز يعني احنا بنيجي نشتغل على بتوع سنة رابعة او الناس اللي هتتخرج دي ببدأ اديله بقى دورات مكسفة في الزكاء العطفي تمام في المهارات المالية في زي يقدم نفسه بريزنتيشن سكيلز زي يكتب السي في بتاعته ودي في نفسها يعني دي في حد ذاتها خدمة مجتمع انا مش بديله درجة علمية اقول له روح يا ابن ربنا يسهل لك بقى انت ظروفك يعني لا ده نابة تبنى وببدأ اعمله التأهيل اللي خليه يدخل سوء العمل وهو واسق من نفسه انا عندي الطلاب بأعلمه ازاي يتكلم على الزوم ازاي يعمل الخلفية ازاي يظهر بطريقة بريزنتيبل ازاي لما يكون رايح انتريفيو يدور على لينك دل وشوف الناس اللي هتقابلوا في الانتريفيو الخلفية بتاعتهم ايه ويكون عامل الهومورك بتاعه وانا يعني لو حضرتك عايزة استفادة اكتر طبعا يسعدني بس مش عايزة اطول اكتر من كده ولو تسمح لي بس استاذي دبطور طرق وهدان يتكلم يعني شكرا جزيلا دكتور واكيد على وفقك الرائحية البداية تبدي من كيفية الانتريفيو كيفية كتابة في السيفي بشكل صحيح استاذ طارق تقدر تتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا والسلام تحياتي لحضرتك دكتور هيسم وللحضور الكرام تحياتي لأستاذ العظيم والدكتور علاء حراكة لأستاذ دكتور علاء ده ربنا احفظه ربنا احفظه سريعا على شكل هقضع دكتور طارق الثانية واحدة معليش يا دكتور الدكتور طارق كان المستشار الثقافي لجمهورية مصر العربية في دولة الامارات فهو كان في المطبخ بتاع التعليم يعني هو كان شغله الشغول التعليمية والثقافية وكان فترة من أنجح وأفضل المستشارين الثقافيين لمصر بدون أي مجاملة يعني ودكتور طارق يعني تقدروا تشوفوا الشغل بتاعه وكواكيل لكلية علوم في جامعة قناة السويس أستاذ في الكيمياة التحليلية وأيضا في مجال الجودة والجودة في التعليم بصفة خاصة فضل لدكتور كل الترحيب أهلا وسهلا إستاذ شكرا دكتور علاء يعني أجلتون مني يعني التقديم ده معلش عشان الوقت وانا مش عايز أضايا وقت حضراتكم انا بس عايز يعني حالت تكلمني دكتور علاء عن حاجة في منتهى الخطورة الجامعات معظم الجامعات في المنطقة العربية وخلينا نتكلم عندنا هنا في مصر تتمتع ب حماية حكومية بمعنى أنه أعضاء هي التدريس يجب أن يقوموا بالتفاصيل كثيرة جدا طب لو ما أموش بيها لو ما أهلوش الطلبة لو ما علموش حتى الطلبة كده كده المراتبات بتتقابط كده كده البروموشن بيحصل الطلبة كده كده جايب من مكتب تنسيق حتى لو بيتم سحلهم مش هقولك إن احنا نقوم بدورنا لا ده حتى لو تم سحلهم وعدم أعداتهم خالص فالحماية الحكومية للجامعات وعدم وجود جو تنافسي بيجهد أو بيعمل دي موتيفاشن ما بيخليش أي حد عنده الرغبة ولا يعني what's in it for me أنا هعمل كده ليه كل الحاجة ماشية زي الفن فهذا الأمر لن يستمر وهذا الأمر مؤكد إنه في التغيير أنا بقى عايز حالك تقول لي توقعتك لما فجأة هذا الغطاء الحكومي ينسحب من على هذه الجامعات ماذا سيكون عليه الوضع للجامعات الحكومية في المنطقة العربية شكرا لحضرتك شكرا دكتور طريق وده موضوع عشان كده أنا بقعد لو أحزت حضرتك بكرر كلمة البقاء لأن الموضوع ما بقاش رفاهية يعني لازم يحصل تغيير جزري وبسرعة لأن المنظومة كلها بتتغير يعني المنظومة بتاعت التعليم بصفة عامة على مستوى العالم بتتغير إحنا مشكلتنا ثقافة القياسة دكتور يعني يعني موضوع مؤشرات الأداء يعني بتلاقي الناس يقولك مثلا حتى في الجهات الحكومية أنا صرفت مش عارف كم مليون دولار في الموضوع ده طب هل كم مليون دول صح ولا غلط كويس زيادة موضوع مؤشرات الأداء لازم يكون موجود مؤشرات الأداء ولازم يبقى فيه رقابة علشان كده هو الجامعة الوحدها مش هتعرف تعمل الكلام ده لابد يبقى فيه تارجت للجامعات الحكومية فيه تارجت للجامعات الخاصة أنه صناعة التعليم نفسها تبقى مش كل مثل المستثمر ما عاش وقت فلوس يروح فاتح جامعة وشغال وبس يكتفي بموضوع الاعتماد لا الموضوع أكبر من موضوع الاعتماد فهو الموضوع شائك والحقيقة يستحق أنه يتعامل فيه مؤتمر بقى مش ندوى يعني الموضوع ده محتاج وأدعو الزمل في كلية مش بس في مصر ولا في الدول العربية على مستوى العالم الموضوع داخل في متاهة يعني محتاج بس انا بنحاول نكون بوزيتف شوية يعني مش عايزين نركز على المشاكل لكن محتاجين فعلا نعيد نظر في الأمور اللي حصلة في التعليم شكرا دكتور استعد محمود خليفة ام عنده سؤال أعتقد دكتور محمود معنا دكتور محمود دكتور محمود استاذ علوم سياسية ده كده حيسألنا في السياسة دكتور محمود دكتور محمود تفضل لو انت ميوت اعمل ان ميوت السلام عليكم انا دكتور زي سلام ورحمة الله وبركاته زيكم جميعا اخباركم اهلا وسهلا يا حالة بيك دكتور اشكركم على الندوة الجميلة ديت واشكر الدكتور علاء صراحة انا على المستوى الشخصي استفد ولكن انا عندي سؤال للدكتور علاء بسيط خالص هو الجزء الخاص بالتعليم المؤسسي والابحاث فعايز اعرف هل هناك ابحاث او دور الابحاث في التعليم المؤسسي واشكركم مرة تانية شكرا جزيلا جدا ده ده سؤال جميل لدكتور محمود دكتور محمود استاذ علوم سياسية ورئيس قسم علوم سياسية في جامعة في البحرين وطبعا انا متحيز لان انا راجل خريج جامعة في قناة سويس بلدياتي من اسماعلي فيها دكتور محمود مجلس الوزراء هنا في بريطانيا من حوالي 20 سنة عملوا مبادرة واتمنى نعملها في كل الدول العربية اسمها what works what works يعني ايه اللي بيشتغل ايه اللي ينفع ايه اللي بيمشي ايه المبادرة دي بيجيبوا كل الابحاث محليا ودوليا اللي بتتنشر في موضوع معين فwhat works فيه ستة سنتر سنتر للمواصلات public transportation سنتر للهيلث كير وسنتر للإدوكيشن وسنتر يعني مش فاكرهم بالزبط بس دول التلاتة اللي انا فاكرهم فالwhat works سنتر فيه فريق اسطول من الباحثين ورجال الصناعة وسيدات الناس اللي في الصناعة هم بيعملوا ايه بيجيبوا الابحاث المنشورة مثلا في المجال الطبي او في مجال التعليم العالي ويشوف ايه التوصيات اللي في الابحاث دي ايه اللي ممكن يتطبق منها في بريطانيا ويكون ناجح وفعال وايه اللي مش حيمشي وبيدوا الخلاصة دي لمجلس الوزراء وبيتعامل بيها مشروع قانون يدخل البرلمان علشان يتم مناقشته واعتماده فالمدخلات بتاعة المشروع القانون جات من اين من البحث العلمي الذي تم نشره اوكي ودلوقتي كل الجماعات هنا في بريطانيا بقى عنده حاجة اسمها الريسيرش اوتبوت يعني انت عشان تعمل ترقية او تعمل ريسيرش لا يكفر انك عملت ريسيرش واتنشر لازم حد يدرس الاوتبوت بتاعه والإمباكت بتاع الريسيرش فما بقيتش كلمة ريسيرش لوحدها لازم قبلها كلمة امباكت فول ريسيرش بحث له اثر يكون عامل تأثير فده دور البحث في موضوع التعلم المؤسسي شكرا جزيلا دكتور دكتور محمود نوارتنا بخضورك ايضا شكرا شكرا يعني شايف حضراتكم حطيتوا بعض الناس حطت الاسماء وأتمنى يكون الزمل اللي بيديروا الندوة يعني نقدر نسجل ولو نحط الرابط بتاع الجروب بتاع تليجرام اللي جمعت لكلية المنصور بحيث تنضمه للجروب يعني يبقى جميل لأنه فينا دوات مستمرة يعني وده شي جميل ان شاء الله وبشكر دكتور رائف هنا معانا من كلية رابدان فابوظابي موجود شايف اسمه دكتور نوع مصطفى سوشت بروفيسور في الجامعة البريطانية في مصر وروزان ياسر اهلا بحضرتك يا دكتور انا يعني طبعا شهابتي مجروحة الحقيقة الله يخلني اهلا بحضرتكم انا دكتور نوع مصطفى اهلا بحضرتكم من جامعة بريطانية في مصر انا طبعا الكلام بتاع دكتور علي دايما music to my ears يعني شكرا شكرا دكتور لأن انا درست البي اتش دي في اليابان وكنت خصصي supply chain معنى شمنت واليابانيين من اكتر الناس اللي بيشتغلوا على الموضوع بتاع الorganizational learning وبيطبقوا يعني اغلب الفياجات بتاعته واعتقد ان هما بيطبقوها natural يا دكتور علي بالضبط بالضبط يعني هي built in يعني ماينفعش 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 هي ده طبيعي هي built in يعني ينفع ماينشربش مية مثلا يعني بالضبط فالconstruct دي مهمة طبعا ونتمنى انها ان شاء الله تكون تنتشر شكرا لحضرتك شكرا لجماعة المنصور للاستضافة وشكرا وشكرا دكتورة داليا البيا لنورتينا دكتورة داليا شكرا دكتور عصام عبيد استاذ في السعودية سعادها بوجودك وسمحوني يعني لو مش شايف الاسماء كلها هنا لكن اكيد ان شاء الله لنا لقات اخرى سهل خير يا دكتور شكرا جزيلا على المحاضرة الغنية دي واحنا دايما بنتشرف بوجودنا او بالانصات لعلم حضرتك وربنا دايما نفتح لحضرتك من علم الواسع شكرا يا فاند اللي جامعت المنصور على الفرصة كلية المنصور الجماعية نعم شكرا وشكرا دكتور كريمان السابع من هيئة الضمان الصحة في مصر ده الجهار موجودة معنا وهي من نواقل الناس شكرا جزيلا دكتور دكتور يعني ادعى ممكن مدعثة ادعى ممكن شكرا 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 جزيلا اللي حابب يعمل ودخلها تفضل أزوائل عز العرب كمان سعيد بي دكتور هايكم جبا تفضل دكتور دكتور هايسم تفضل سلام عليكم دكتور عليكم السلام والمحافرة القيمة والموضوع الشيق والحديث يعني ممكن احنا نعتبرها استراتيجية جديدة لدكتور علاء في الجامعات والمدفوعة التعلم هذا الخط الجديد في العلم ممكن ان تتجه ببعض البلدان وبعض الجامعات وبعض المؤسسات التعليمية نحو هذا التوجه هذا توجه المستقبل يعني ما اتحدثت به حديث جدا مهم وجدا استشراط للمستقبل التعليمي يعني شكر جزيل وبارك الله بك واخذنا من وقتك اليوم وضايا العفو العفو العكس جدا ممنون يعني هذه المحلومات اللي تفتح آفات انه ليس فقط لكل المؤسسات التعليمية بس انا عايزين كلية المنصور تبقى اول كلية مدفوعة بالتعلم في هذا المجال في هذا التوجه وحضرتك اللي فتحت الباب يعني انا دخلت يعني حضرتك اللي فتحت الباب وتحتلين هذا اللقاء والجميل في الموضوع ان احنا معنا برضو مؤثرين يعني معنا هنا دكتور نوافتو بايشات انا شايف اسمه ده كان مساعد الامين العام لمنظمة التنمية الإدارية تابع جامعة الدول العربية وراجل له باع في الزكاة الاصطناعية وفي استخدام التكنولوجيا في التعليم ايضا معنا دكتور سيف قمر طبعا استاذنا هنا يعني معنا نخبة صراحة انا يعني سعيد وفخور انه احنا مع بعض النهار دا استاذ وائل يوسف العفو دكتور هيتم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام باش مانسويل تفضل مساء الخير دكتور على كيف حالك اهلا اهلا الله مارك فيك ربي احفظك انا لفت نظري مبدأ جديد في التعلم من خلال حديثك اللي هو عملية اللي هو يعني عدم المقوث الجامعي لفترة اربع سنين او خمس سنين يعني هل في جامعات يعني بدأت تطبق هذا المبدأ يعني حاصة لفندم اكتر امثلة يعني لا دا هو ماش بس جامعات دا هو بقى على مستوى وطني يعني دلوقتي عندك في سلطنة عمان في الامارات في السعودية والشهر اللي فات بدأ في مصر تطبيق ما يسمى qualification framework يعني ايه هو بحط لك كل الدرجات العلمية والدبلومات على سكيل فمن سكيل واحد الى اتناشر مثلا اتناشر دا الدكتوراه حضاشر الماجستير عشرة ربعة باكاليريوس وبتبدأ انت تاخد credit number of credit لما تجمع الكريدت دا يبقى يقولك دا كده يعادل باكاليريوس او يعادل سنة تالتة في باكاليريوس وبتاخد شهادة بيه فالكلام دا بدأ بالفعل تطبيقه موجوظ نعم سؤال يعني مثلا الاخوة اللي معهم شهادات سابقة باكاليروس او ماجستير الى اخيره هل ممكن يعادل هذه المعارف والخبرات اللي اخدها المعارف يعني الشهادات والخبرات العملية نعم دا صحيح وممكن يحطها على هذا الفريمورك بحيث تعمل له gap analysis وين وين على هذا الـ scale دا صحيح انا عندي طالبة لسه وعمل لها قبول من اسبوعين مش بس بقى احداك بتقول يعادل الشهادة هي ما عندها شهادة اساسا بس بقى لها عشرين سنة customer experience director يعني عندها خبرة انا عايز اخجز معاد منها قاعد اتعلم منها يعني هي عندها خبرة في المجال تفوق اي حد عندنا في الجامعة وبالتالي انا عندي فورم كده اسمها recognition of pre-work learning RBL اللي هو ناخد يعني الخبرة اللي هي تعلمتها في العشرين سنة وبتطبقها خلو تعادل ماجستير او تعادل باكالوريوس فهي هتدخل عند الماجستير بدون ما يكون عندها باكالوريوس اصلا لان احنا عملنا لها بالعشرين سنة خبرة اللي عندها اه وهذا الفريمورك مطبق عندكم في الجامعة دكتور ده مطبق في بريطانيا كلها بايلو على كل الجامعات مش بس جامعتنا ده القانون جميل جدا الrecognition تابعه بيكون عالمي يعني معترف في عالم اه طبعا لانه لانه لحضرتك اللي هيحصل الماجستير اللي خدته خلاص يعني بناء على recognition of learning اللي احنا عملنا عالمي عشان اكون دقيق معاك يعني ده على مستوى اوروبا موجود على مستوى امريكا الغرب موجود هل احنا بقى في مصر في العراق السياسات بتسمح بحاجة زي كده انا مش عايز افتي معرفش اللي لسه موجودة نعم نعم خير ان شاء الله يعني هذا يعني انا المبدأ هذا بيعمل نوع من الاجيلتي في عملية التعلم طبعا يا فندم ده انت يعني هتشوف كمان الاجيلتي دي هتتسرع جدا للفترة اللي جاية الطريقة غير عادية أستاذنا كمان دكتور رامي الحديثي موجود سعيد بوجودك دكتور رامي يا هلا دكتورنا العزيز كيف الاحوال شكرا للنوار وايحفظك والله انا سعيد جدا جدا بهذه الندوة الراقية والعملية صراحة واللي عودتنا كلية المنصور والدكاتر العزاء دكتور هيتنا مضحون الاخرين ولكن دكتور علاء عندي استفسار يعني انا هاي المواضيع تدري اشتغلت عليها طبعا في اكثر من بلد واريد استشيرك ايضا والكلام يسمعوه جماعة المنصور الجامعة لو ارادهم المنصور الجامعة يبدؤون يعني نقول نقطة الشروع هل الخطة الستراتيجية الستراتيجيك بلان بالستاندر العالمي والرياليستيك اللي تكون حقيقية تكون هي نقطة البداية لانا انا اعتقد هم حتى يضعون ارجلهم على الطريق الصحيح يجب ان يبدؤون بستراتيجيك بلان وتكون محبوكة بشكل دقيق جدا وتكون هي نقطة الانطلاق ولا تعتقد هناك شيء يجب ان يسبق الخطة الستراتيجية وشكرا جزيلا وسعيد جدا دائما بالتواجد معاك بالنسبة للخطة يعني اللي انا شوفته من خلال الطلاق على الموقع يعني الرؤية واضحة والرسالة موجودة وفي اهداف استراتيجية يعني هي باقي بس وضع الخطة الاستراتيجية والخطة الاستراتيجية بناء على الاهداف دي يعني طريقتها مباشرة يعني احنا بنشرك فيها الطاقم الاداري الهيئة الادارية مع الهيئة التدرسية مع الاسطاف المعاون ايضا وبنشوف احنا عايزين نعمل ايه في الثلاث سنين اللي جايين مثلا ونبدأ نحط اهداف لكل سنة فالعملية دي لا ما فيهاش صعوبة لانا ببصله حتى حاجة كمان ابعد من كده انه مبادرة زي اللي اتكلمنا مثلا المهندس سوائل سأل فيها حكاية انه الاعتراف بالتعلم السابق طب ما ممكن كلية المنصور الجماعة مثلا تعمل concept note او مبادرة زي كده وتعرضها على الوزارة ويبقى لها الصبق في هذا الموضوع ممكنة انا متساق يعني يسعدني طبعا اتعاون انه انا اوصلكم مع جماعات هنا في بريطانيا ناخد منهم التجربة والمعلومات هنا متاحة يعني الناس ما بتبخالش بالمعلومة بحيث يبقى احنا بنين موديل على حاجة دولية وانت تقدموا به انت كده هتبقى فتحت طريق للطلبة في العراق غير عادي انه الناس اللي وقعت في جزء من التعليم لأ انا حقدر اخد الجزء ده واعمل شهادة معادلة به ده هتفتح افاق غير عادية دكتور عصام دكتور عصام عبيد عايز يقول حاجة دكتور عصام تفضل السلام عليكم عليكم السلام والدكتور زي الله وبركاته شكرا جزيلا دكتور علاء دكتور علاء انا طبعا انا احد طلابك وتعلمت منك لا عفو لا عفو دكتور حضائكم استاذ هذه حقيقة يعني وكل محاضرة بستمتع بيها والله بتعلم جديد والموضوع كمان الجانبي الاكاديمي يعني ده مهم طبعا بالنسبة لنا للواحد ساعات بيبقى جزء منه اكاديمي وجزء منه مهني وده شيء مهم حضراكي ممكن اكدت عليه يعني 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 هي وبس سؤال بسيط دكتور علاء التجربة بتاعة المقرر او المنهج بتاع التعلم المؤسسي يعني هل هل هو موجودة بشكل عام يعني معمم على كل مثلا جامعة معينة هذا المقرر لكل يعني ممكن تطلب الجامعي ولا لأ هو قصر على تخصات معينة في الإدارة ويعني الحتة دي يمكن انا يعني من الحتش اسأل حرك فيها لكن يعني يعني اثرت في دوري دلوقتي هذا السؤال بوصح ذاك يعني موضوع التعلم هو استراتيجي ومهم ليه لانه يعني احنا ما نقدرش نقول التعلم مهم مثلا في مجال الطب بس مش مهم في الإدارة او مهم في مجال الهندسة بس مش مهم في مجال الطب فهو مهم في كل المجالات ودي حاجة يعني انا يعني لو عايزين يعني اعمل ندوة تاني فيها حتة productizing knowledge انه احنا كمحترفين يعني انا واثق حضراتكم كلنا احنا كنا 100 من شوية المية ولا المية واثنين كل واحد فينا يقدر يعمل bestseller يعني يقدر يعمل كتاب لو مسكت CV بتاعتك قاريتها كده وحطيت ازاي وصلت ايه السر اللي عملت به الشغلانات اللي في CV وايه الصعوبات اللي واجهتها هتقدر تكتب كتاب يبقى bestseller فردنا على سؤال دكتور عصام لما بدأت انا مع بروفيسور جيف جولد عملنا الموديل قلنا طب منعمله دليل بوكلت فعملنا كتاب صغير نشرنا طب بعد كده حطينا كيس ونمازج في التعلم المؤسسي عملنا كتاب اكبر من سنتين انا عملت ماجستير وده ردنا على سؤال حضارك فيه ماجستير في التعلم المؤسسي انا حطيت اللينك اهي هنا في الزوم مستير معتمد هنا من الحكومة من جامعة ابرتي الشريك الاستراتيجي بتاعنا ماجستير مدته سنة لو اي جامعة مهتمة بيه نقدر نعمل مصر هندرس الماجستير ده في مصر من اسبوعين كنا في جامعة لهور في باكستان هندرسه هناك فاصبح فيه ماجستير ودكتوراه انا عندي دلوقتي بدأنا لسه الدكتوراه فيه اربعة الدكتوراه بيدرسوا موضوع التعلم المؤسسي فموجود نعم وفي كل التخصصات شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور عسان انا حطيت اللينك واللينك بتاعي هنا موجود وطبعا الجروب ومع الدكتور هيسم كريم ودكتور هيسم طه لو في أي استفسار جدا ممنون نهاية هاي الورشة الممتعة والمميزة صراحة نيابة عن عمادة كلية المنصور ونيابة عن جميع المسؤولين عن منصة المنصور الالكترونية ونيابة عن الحضور نتقدم لكم دكتورنا بالشكر والامتنان والتقدير وإن شاء الله يا رب يتوصل لك شهادة تقدير من عمادة كلية المنصور الجامعة لحضورك وتنويرك ومنصتنا بهاي الورشة الجميلة جدا ممنونين من عندك دكتور إن شاء الله دائما التوفيق والنجاح حليفكم إن شاء الله نلتقيكم في ورشات أخرى شكرا الحقيقي لحضراتكم لنظامت الموضوع دول الحضور يعني الزمل اللي موضوعين الله يخليك ويسن لك شكر لي ومعنا شكرا جزيلا الله يخليه نشكر الجميع نشكر الجميع الله يخليه إن شاء الله نتقيكم عزاني بحضور في ورشات أخرى من خلال منصتكم منصة الموضوع شكرا جزيلا معرفة معرفة شكرا جزيلا شكرا شكرا لكم شكرا جزيلا شكرا